النهاردة كمان صندوق تحيا مصر موجود في سوهاج وكان ايضا موجود معهم اللواء طارق الفئي محافظة سوهاج صندوق تحيا مصر النهاردة بيطلق قوافل ابواب الخير في محافظة سوهاج توفير 200 طن من المواد الغذائية لـ 20 ألف أسرة توزيع 7 أطنان من اللحوم نص طن من الدواجن 3 أطنان من الخضروات وأربع أطنان منتجات ألبان وطبعا قوافل الخير لأطلقها صندوق تحيا مصر تنفيذا توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولتكسيف أنشطة الصندوق ولتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر اللي بيستهدفها الصندوق تستهدفها الدولة المصرية تصل لملايين الأسر خلال هذه الفترة وشهر رمضان كمان اللي هو أطار فيه محافظة سوهاج استقبل تحيا مصر ولبقى القوافل ولبدأ عملية التوزيع اللي هتكون فيه مراكز المنشاة جيرجا دار السلام طه تاطمة ساقلتا والمراغ كمان المدير التنفيذي للصندوق تحيا مصر تامر عبد الفتاح أتكلم على أن أبواب الخير التابعة ضمن تحيا مصر بتستهدف 2 مليون صائم تاني يبقى هنا تحيا مصر بيتكلم على 2 مليون صائم بيتستهدفهم أبواب الخير بالشراكة مع عدد من البنوك والشركات المصرية الوطنية وأيضا التحاد العام للمصريين فيها الخارج اتكلم أيضا تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي للصندوق تحيا مصر على أنه قواف بتوفر الكميات الكبيرة جدا من الأطنان وأيضا بيوفره كمان المعرض اللي بيعملوه اللي افتتحه النهاردة اللي هو طارق الفئة محافظة سوهاج معرض دكان الفرحة اللي بيوفر كمان 20 ألف قطعة ملابس للأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل وأيضا بيوفره 2 مليون قطعة ملابس لمليون مواطن هنا صندوق تحيا مصر كمان بيتكلم على أرقام أيضا أرقام كبيرة وده يمكن بيكون لي أيضا ردود فعل كويسة وأيضا بيقدر يوصل كمان للمواطنين اللي هو الأكثر احتياجا وزين بقول كده دايما بتبقى محافظات الصعيد يعني بيبقى فيها محافظات اللي هي محتاجة الشغل اللي بتعمل النهاردة من كل الأحزاب ومستقبل وطن مبارع كنا بنتكلم عليه ويمكن كمان ليهم فيديو بعد شوية ممكن لم يبقى جاهز هنتكلم عن مستقبل وطن أيضا عاملين أيضا مبادرة قوية جدا ضمن كتفة في كتفة أيضا واللواء طارق فيه النهاردة تكلم عن يعني قدم الشكر أيضا لجهود اللي بيقوم بها صندوق تحيا مصر ولتوفير الحياة الكريمة للمواطنين في سوهاج وغيرها من المحافظات تكلم على أنه أيضا الأنشطة الخاصة بها الصندوق في محافظة سوهاج وقرى سوهاج لا تتوقف عند برامج الحمال الاجتماعية ولكن أيضا فيه تنفيذ مشروعات تنمية متكاملة فيه طهطة عندنا مركزنا طبعا مركز طهطة تطوير مدارس تسع مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية وبيطرية اتكلم اللي هو طارق فيه النهاردة كمان على أيضا تحيا مصر ودوره في دكان الفرحة اللي بنفسها الصندوق ولا يدخلت أيضا يعني مساعدة الأسر وعلى مدار السنوات الماضية مش توفير ملابس بس لا تسير ومشاركة فيها الزواج والأسر والزواج والفتيات وطبعا التقديم وبيدوهم الأجهزة المنزلية والمفروشات وده بيرفع عباء كبيرة جدا النهاردة لما تيجي تسأل مثلا على قضة نوم بكام قط النوم النهاردة بكام قط النوم طب التلاجة النهاردة بكام طيب اللي عايز النهاردة يتجوز مش هقول جواز خاء لا جواز العادي اللي عندنا في البلد الجواز اللي عندنا في القرى بكام تتكلف كامل عروس النهاردة تصرف كام حاجات النهاردة يعني صعبة جدا صعبة جدا أرقام فلاكية الجواز النهاردة بقى ربنا يعيني الناس كلها اشتركوا في القناة